انت متصور الامبريالية العالمية الغرب هو نظرته ايه لحركة التحديث الوسعة الهائلة والتطوير العظيم اللي بيحصل في الجيش المصري طب لما مصر تطور جيشها مش بس على مستوى التسليح لا ده ما فيش صفقة بتتعامل غير وهي مصحوبة بايه بقى نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات عسكرية ادي واحد طب ده معناها ايه هذه النقطة معناها انه لما يبقى بلدك لها جيش شديد القوة بهذا الشكل يمتلك هذه الارادة عنده هذا التاريخ الوطني العظيم ده معناها اتساع للنفوز او على الاقل استقرار لنفوزه قدرته على توسيع الدواير الحياوية السياسية بتاعته دون ان يتغول ودون ان يذهب الى هز سيادة اي بلد ولا اي حاجة خالص بس على الاقل هو جيش قوي قادر على حماية البلد والاقليم توسيع النفوز السياسي فعالية النفوز السياسي ادي واحد هو ده الامبرالي الغربية هتحبه طبعا لا توسع النفوزك السياسي على ايه على بلاد احنا شايفين ان احنا ورسنها ونستغل صرواتها ونشفط فخيراتها طول الوقت طب بلايش تعال كده نعود نفكر يا طرى هل طرى هو مصر دي انحيازاتها فين لا مصر ملهاش انحيازات لغرب ولا شرق فمصر تبدأ توسع من دوائر العلاقات بتاعتها ودوائرها للعمل السياسي والتعاون الاقتصادي والتعاون العلمي الاخي 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 انه بعد فترات من الفطور واحيانا الانقطاع مصر صديقة لروسيا صديقة للهند صديقة للصين يعني صديقة للشرق وصديقة للغرب ولا تتورط في النزاعات ولا خلافات وترفض وتقف بمنتهى الهدوء والحكمة والصنود